أكد معالي نائب رئيس المجلس الوزراء الشيخ خالب بن عبدالله الخليفة أن ما توليه الحكومة الموقرة من عين آية واهتمام بسلامة وصحة العمال نابع من حرصها على العنصر البشري لكون الإنسان المحرك الأول للتنمية في مفهومها الشامل ومن حيث تحقيق إنتاجية ذات كفاءة عالية وقال معالي بمناسبة تفضله برعاية حفل افتتاح عمل المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار نحو إدارة فعالة لمخاطر بيئة العمل قال إن التطور غير المسبوق الذي تشهده وسائل الإنتاج يستلزم تسخير كل الجهود عبر سن التشعات اللازمة ومراقبة تنفيذها بدقة ومخالفة متجاوزيها وتنظيم الحملات التوعوية وتكثيف الدورات التدريبية وتعزيز دور إدارة مخاطر بيئة العمل في الشركات والمؤسسات وذلك بهدف التقليل من معدلات الحوادث والإصابات في مواقع العمل وأوضح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن ما تثبته الإحصائيات من انخفاض في معدل الحوادث المهنية في مواقع العمل على مدى السنوات القليلة الماضية يعكس نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل حماية العاملين من الأخطار والتي تهدد سلامتهم ومن بينها إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدى يومين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ويوم العمال وقد حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين إلى جانب أكثر من 300 مشارك من المختصين يناقش المؤتمر محاور عدة من بينها أثر القيادة الإدارية الناجحة على تطوير ثقافة السلامة في المنشات وعلاقة مبادئ السلامة والصحة المهنية بعلمة الاقتصاد والقدرة التنافسية وفعالية خطط برامج التدريب والتأهيل وكيفية إدارة خدمة بيئة العمل في السلامة والصحة المهنية وأولوية استثمار العنصر البشري من جانبه أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في كلمة له خلال حفل الافتتاح إن الإحصاءات قد أظهرت انخفاضا في معادلات الحوادث المهنية والوفاة بنسبة 50% مقارنة بمعدلاتها في السنوات السابقة منوها في هذا الصدد بمدى تعاون مؤسسات القطاع الخاص مع الوزارة لتعزيز مبدأ الالتزام بحماية العنصر البشري بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بتكريم الشركات الرعية للمؤتمر ورؤساء الجلسات كما تفضل معالي بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على أبرز منتجات الشركات المحلية والخارجية وأعرب معالي عن تمنياتي للقائمين على هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح في كل نسخة يحرص مؤتمر ومعرض السلامة والصحة المهنية على إيصال رسائل عدة بين أوراق جلساته المتنوعة والمتوحورة حول رفع سقف الوعي المؤسسي بأهمية السلامة والصحة المهنية من باب الضرورة الحتمية القاضية بتوفير بيئة عمل سليمة وصحية تتوافق مع اشتراطات العمل النموذجي يعني علم الصحة والسلامة المهنية علم متطور الشركات العالمية تنتج أحدث الوسائل وأساليب القياس وتستحدث إجراءات عديدة في مجال حماية العمال وحماية بيئة العمل وحماية البيئة المحيطة أيضا بالمنشآت نحن نواكب هذه التطورات وندعو الشركات العالمية لكي تلتقي من خلال معرض متخصص اليوم فتتحنا لتعريف الشركات بأحدث الوسائل الكفيلة بحماية قواها العاملة وبيئة العمل في حديث الساعة وعند كل ساعة وتماشيا مع سياسات العمل اللائقي دائما ما تنادي المؤسسات المختصة بالوسائل الحماية المتبعة في طبيعة مزاولة المهن المختلفة إلى أهمية تعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص بالشكل الذي يحقق الأهداف الوطنية عبر الحفاظ على سلامة الموارد البشرية ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات المضمون الهادف لتلك الضرورات يعكس حجم الرعاية للدور الهام الذي تلعبه أطراف الإنتاج كافة في العملية التنموية اليوم مجال الصحة والسلام المهنية هو حديث الساعة من صح التعبير على مستوى العالم ونحن في منظمة العمل العربية لدينا مركز متخصص في مجال الصحة والسلام المهنية ولله الحمد وفقنا في مؤتمرنا الأخير الثالث والأربعون المقام في القاهرة بإنشاء معهد عربي وسيكون مقر بإذن الله في القاهرة من معهد منظمة العمل العربية ورح يعني يكون لها نصيب الأسد أو النصيب الكبير إن شاء الله لهم وضوع السلامة والصحة المهنية لأنها فعلا هي أساس العمل اليوم ثلاثمائة مشارك من مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية رغبوا في الاطلاع على أحدث السياسات النظرية والعملية الحديثة التي طالت مجال حماية القوى العاملة والجهات التي يعملون لديها نحن حريصين نشارك مثل هاي النوع من المعارض من أجل الشراكة المجتمعية وتعريف الناس بأمور السلامة من خلال مشاركاتنا في عرض مجموعة مثل ما تشوف مجموعة من البروشيرات التوعوية لوحة المعدات السلامة أهمية يعني الوعي مو بس الوعي في الشركة عندنا الوعي حتى خارج الشركة يعني التوعية عندنا الكتيبات عندنا الأجهزة اللي نستخدمها في عملية النقاض احنا طبعا كنا كمعهد متخصص في التدريب والاستشارات في مجال الصحة والسلامة تكون نظرتنا الأولى في الوضع المحل أن نرفع من مستوى ثقافة الصحة والسلامة في البلد للحفاظ على حياة الناس وهو أهم حاجة ممكن شخص حافظ عليها شراكة فعلية تجمع القطاع العام بالخاص على طاولة المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهما في وضع الخطط والبرامج التوعوية للنهوض بمستوى السلامة المهنية ليؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في معدلات الحوادث التي قد تطال صحة الموارد البشرية في قطاع الأبنية والإنشاءات على وجه الخصص لتلفزيون البحرين محمد رشيدات